حديث ودعوة إلا فرج الله عنه فلا حاجة للقسم حتى أن أصدق الرسول فهو معروف بالصدق ولكنه أقسم ليؤكد صحة هذا الحديث ويؤكد بأن هذا الدعاء يفرج عن كل إنسان مهموم وهو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فهذه الدعوة هي التي تفرج عن قلب كل مؤمن والذي أكد هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم فهذه الدعوة بها قصة قصيرة حيث جاء سعد بن أبا وقاص وألقى السلام على عثمان بن عفان ولكنه لم يرد عليه السلام فتعجب سعد وذهب للخليفة عمر بن العاص وقال له بأن عثمان لم يرد عليه السلام فهل حدث شيء في الإسلام فلما أتى عثمان سألوه عن سبب عدم رده السلام فقال له لم يلقى علي السلام وتذكر بعدها بأنه رأاه ولكن لم يتذكر بأنه ألقى عليه السلام لأنه كان يفكر في هم عظيم فقال سعد بن أبا وقاص أنا أعلم الدعوة التي تبعد الهم وقد قالها الرسول إلى بعد أن ذهبت وراؤه وطرقت عليه الباب وسألته عن هذه الدعوة فأجابني وقال نعم يا سعد هذه الدعوة لم يقولها أحد إلا وفرج الله عنه وهي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ومن بعدها قال عثمان وقد فرج الله عنه وكشف عنه الهم فهذه الدعوة تجاب إذا قالها كل مؤمن ومسلم فالحمد لله على نعمة الإسلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر